الخبر اول اللي عادنا الخبر الصادم يا حبايب اللي انتشار بشكل مطبيع عن وفاة زوجة احمد الاوسي لاش خاطر ما يعرفون منه احمد الاوسي هو يوتيوبر عراقي كان نزوج يا حبايب وعايشت بتركيا هذي زوجته توفت مبارحة يا حبايب ونزه هذا الاستوري كانت بمحبوب تراحت السبه هذلك المرض عسى الله يرحمها بعدين نزه شوية استوريات استوريات وهي قطع القلب يا حبايب يذن حبيبته المغفرة الله يرحمه يا رب اريد الكل يا حبايب يملي هذا المقطع الله يرحمه يا رب رحطكم الاستوريات شوفوها استوريات كلش حزينة شوفوها مانت حبيبتي توفت حبيبتي حرير اكثر شخص جتة حباب الدنيا اكثر شخص كان يواسيني هي كانت واسيني جتة اخذ قوتي من عندها حبيبتي تعبت من المرض مريضة صالها فترة حبيبتي رح اشتاقلك يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي من يقل لي بعد بيبي منو هاي حرير هاي حرير دولها الطف احلى انسان بالدنيا كل الدنيا تحبها حبيبتي حرير يا قلبي شوفت على خير يا عمري الله يغفر ليتو يرحم ليتو ويصلا حبايب ترجمة نانسي قبل الخبر ولا تسنون تترحمون عليها الله يرحم يا رب ويجعل مثواها الجنة والله يصبر لحمد الأوسي اشتركوا في القناة